اشتركوا في القناة غير ذي زرع يتذكر عطش اسماعيل وسعي امه بين الصفة والمروة ويتذكر زمزم ونبع زمزم وبناء البيت العتيق وتعاون الاب والابن وقضية الذبح والاستسلام والكبش الذي هو اساس الهدي والاضاحي وأذن في الناس بالحج وكيف اسمع الله اصوات صوت ابراهيم للناس عموما والبطاح المباركة هذه فيها ذكريات يقول ابن عباس رضي الله عنه سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بوادي الأزرق فقال النبي عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى موسى واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار يعني صوت مرتفع إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته الحبل ليف مارا بهذا الوادي ملبيا هذا وادي الأزرق مر منه موسى ملبيا أمر منه يونس على ناقة حمراء ملبيا والحديث رواه مسلم هذه فيها ذكريات جميلة بعث في نفس المؤمن وهو يسمع هذه الأحاديث والأحداث التي حصلت هنا هنا في البيت الحرام وإلى البيت الحرام وفي هذه المشاعر قال ابن الجريج ما ظننت أن الله ينفع أحدا بشعر عمر بن أبي ربيعة لأن هذا شاعر أصلا خالع شعره أكثر في النساء والتشبيب والمواعدات والغرام والحرام يقول لكن شوف هذا شوف بعض الشعراء على فسقهم يجي له أحيانا بيتين يجي له شيء يعني يقول ابن جريج ما ظننت أن الله ينفع أحدا بشعر عمر بن أبي ربيعة حتى سمعت وأنا باليمن منشدا ينشد يقول يقول من شعر بن أبي ربيعة يقول بالله قولي لها في غير معتبة ماذا أردت بطول المكث في اليمن إن كنت حاولت دنيا أو رضيت بها فما أخذت بترك الحج من ثمني إيش اللي جلسك في اليمن ما حجيتي يقول فحركني هذا الخروج إلى مكة هو أصلا بيت لواحد فاسق وأصل موضوع في غزل في غزل لكن جرى طاري ذكر بالله يقول لها في غير معتبة ماذا أردت بطول المكث في اليمن إن كنت حاولت دنيا أو رضيت بها فما أخذت بترك الحج من ثمني يقول فحركني ذلك على الخروج إلى مكة فخرجت مع الحاج وحجت كبير جاوز التسعين في الرياض صام يوم عرفة في بلده هو أصلا هو كبير في السن وجاء يوم ثمانية وهو في بلده جاء يوم عرفة وإذ بالكاميرات تنقل على الشاشات جموع الحجاج تتجه إلى عرفة من الصباح من الصباح الحجاج إلى عرفة فلما رأى المنظر بكى فقال له ابنه ماذا يبقيك قال يحج الناس وأنا في الرياض فقال له ابنه طيب اركب بالسيارة بالسيارة إلى عرفة وأدركوا عرفة طبعا الآن مع الخط يعني هنا مزدلفوا منه ورجعوا حج يعني حيث يكون واحد المسألة ليست على باله أصلا ولا ناويها لكن سبحان الله يأتي شيء يحرك يحرك قال أبو إسحاق حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا حتى رجع أحرم أنس فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله كنت أحج مع سفيان فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا ذكر من كثير في سنة 394 هجرية في حوادث سنة 394 قال خرج الركب العراقي حاجا قافلة حجاج العراق جاءت إلى مكة فلما فرغوا من الحج عزم أميرهم على العودة سريعا إلى بغداد وأن لا يقصد المدينة لأن الطريق خطير في قطع طرق في ذلك الوقت جاتهم أخبار في قطع طرق خوفا من سراق الحجيج فقام شابان قارئان للقرآن صوتهما جميل على جادة الطريق لما اقتربت القافلة من المفرق يعني هذا يا بغداد ولا المدينة لما جات الطريق المفرق الطريق رفع صوتهما ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرابين يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فضج الناس بالبكاء وأمالت الإبل أعناق إلى طريق المدينة والناس مالوا راحوا راح الأمير معهم وزاروا ورجعوا إلى بغداد سالمين كانوا من زمان مع خطورة الطريق وقل من يسلم والحجاج أصلا لما يطلعوا من البلد يودع بعضهم بعضهم يودع الناس يودع أقاربهم لأنه في كثير من الأحيان ما يرجعون في كثير من الأحيان قطع طرق قرصن في البحر وأشياء وأمراض ومفاوز ومهلكة فصار اليوم بحمد الله سهلا ميسورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر